إلى جمال العدات والتقاليد الأندونيسية خصوصا مع الاحتفالات بعد ذكرى السبعة والسبعين لاحتفال أندونيسيا عن استقلالها عن هولندا اللي كنا شهدناها المصادفة لسبع عشر أوت في ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين وبذلك للحديث أكثر عن العدات والتقاليد الأندونيسية في الجزائر ودور المرأة المهم في الحفاظ عليها من خلال العدات والتقاليد وكل ما له علاقة بالعراقة الأندونيسية نستضيف غيزي نيزواتي مكلفة بالإعلام وكذلك الثقافة في السفارة الأندونيسية في الجزائر بانجور غيزي بانجور 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 وأيضا دادان علي مصور لدى السفارة الأندونيسية في الجزائر رواء تابع إلى خليت الاتصال بالسفارة مرحبا بك صباح خيب صباح نور صباحكم سعيد إذن نبدأ بغيزي كمكلفة بالإعلام على المستوى السفارة الأندونيسية في الجزائر وهو شجار هذه الأمر هي مarterة عائلة جدا البداية الأندونيسية ولدى السفارة الأندونيسية في الجزائر كما نحن كنت في مرحبا لندونسي فكرتها في المنزل المنزل اعطا وعندونسي قدرد فى المنزل المنزل يتم التعليق البريد وكما نحن نقل دائما لنسل وكما نحن 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 نفسح كما نحن نحن لديناين وليس مهمة أنه يجب أن تكون مهمة لعنوانيسية ويجب أن يكون مهمة لعنوانيسية ومن ثم نتعلم مع بعضنا مشكلة ومن ثم نتعلم على مهارة بحقًا من نتعلم على مهارة ومن ثم من نتعلم مع المهارة كانت هذه الأشعار؟ إنه سملك، فعلت جمع و جلسين بأمور الغدانيسيين هميزين جميع إنه ببعض εغدانيسيين لتحقق الجميع إلى الغدانيسي أعمال جدا، دلتك لكم هناك في الغدانيسيين؟ دلسي حالي، منقذ قبل كنتم في البلدان الأعبية في الشيخ الأعبية للنزيزي علي السبب، في سيديها أجل، وليس قرر رأى هذا الوصول لديه السبب السبب السيديوهي كان ممتعاة للغرب يمتعاة ورحمة الكرام الأعبية للغيريين لتبع الشيخ الأعبية للغرب وهو أعطيه كما ترغب في هذا المنزل لكي يمكن أن ترغب في العلغير كان جمع جدا ريزي ، فالفم إدنسيان لديك رمضان لديك رمضان؟ ما هو تحتمه؟ ما هو تحتمه في العلغير هو تحتمه في العلغير كما يستخدم باتيك ومشنة في المنزيين هذا هو ملتن في الانغة وليس من الانغة في المنزيين فلساولاً لهم يشغل باتيك في المشنة فإن المنزيين، يشغل باتيك المعرفة للمعرفة كتبت أن نحن نحن للمعرفة مهادك وكتبت للمسكة ويضا إلى المصدرات ويقفون هذا المعرفة مع المحارسين ومثل الأولوية وكتبت للمعرفة كتبت للمعرفة الناسيين بمجرد للمعرفة هذا هو أيضا رؤية الناس في حيث نحن 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 نرى الروبورتاج الذي أعددناه يتحدث عن الذكرى السبع و السبعين لإستقلال بلدكم اندونيسيا عن هولندا و لنعودا الموضوع الذي أعدته الزميلة سارة يتعلق بالذكرى السبع و السبعين لإستقلالها عن هولندا سيد علي دادان كنا شفنا هذا الموضوع عن احتفالكم بهذه المناسبة كيف كانت وما أهم مميزها المعروف أنه في اندونيسيا يكون احتفال أكثر من ما هو في الجزائر أكثر المميزة في احتفال إستقلال اندونيسيا لتزكيراتيها نحن من شعب اندونيسيا نقدمو ونهدروا المسابقات التاريخيه المسابقات التاريخيه لتزكيراتي الاستقلال مثلا في المسابقات شيد الحبل ونأكل شبس هذا من تقليدية هذا لتزكيره أن المجاهدين قبل الاستقلال هم يأكلوا شبس وشيد الحبل بجد ونشاط هذا لتزكيره فقط هذا المسابقات التقليدية ما هي المسابقات التقليدية التي تقومون بها؟ في حبل شيد الحبل نأكل شبس وفي مسابقات الحكيبة كل مسابقات فيها المعنى ما هو المعنى الذي تؤديه؟ بشكل سابقات التقليدية أولاً أصبم تزكيره فقط كان لتزكيره وليس كون الأستقلال وفي المجاهدين والسيهات كان لتزكيره فقط لكن في روس وصيبس يعني نحن نزكير كما مجاهدين يأكل قبل الاستقلال كان لتزكيره فقط وشيد الحبل المجاهدين بين فرقتين هذا لتذكيره كيف نشاهد ونجاهد بين أبطال الإندونيسيا واستثمار ليكون استقلال وفي كتير متنوية كنا تحدثنا مع غيزي فيما يتعلق بذكرى استقلال الجزائر المصادفة للخامس جويليا الفارط ذكرى الستيل كيف شاهدتم احتفالنا؟ ما هي انطباعك حول هذا الاحتفال؟ احتفال الجزائر من الاستقلال متشابه كما اندونيسيا لما نحدد الاستقلال في احتفال مثلا في الجيس أسكاري وكما اندونيسيا بادي ولكن في سباة أسار لازم سوفي في احتفال اندونيسيا كيف شاهدت هذا الاحتفال؟ ما هو شعورك لما شفت احتفال الجزائر بذكرى الستيل؟ نفرح جدا يعني انا سوفت زمالة الجزائر يفرحون في الاستقلال وانا قمان ساورنا في الجزائر كيف هم ليفرحون استقلال ونحن ايدون نفرح دادان ما الذي اعجبك في الجزائر منذ سنة ونصف وانت هنا؟ أجابتنا من الماكولات والمكان السياحية هنه كتاريخية كتير وانا قمان سوفت زمالة الجزائر من المشاكل وانا نحن احوى بين المسلمين والمسلمين والمسلمين الحمد لله رائع جدا نحن اجابتنا نحن اوالايلاتي ريزي هتشاه؟ هل لقد ان شاركوا هناك؟ هل لقد ان شاركوا هناك؟ نعم، نعم نفسها ان شاركو هناك لقد ان شاركوا هناك نظام بل المغرب الوهراء مثل الزندس كما خندقين كما حيث بحان عظم تلماسن تفزاب ددا شكل وبشار تارد هكذا يجب في رائع الاستقل ؟ جميع حسناً، أحبت الجمعي بكي لقد أحبت على الطريق السهراء عندما أصبحت طريق جمعي بالطريق السهراء وأحبت يطبيق وأحبت لديهم الكامور وقالات المستوى لطريق وما يتحدثون كانت كلمت معهم إنهم أفضل حسناً وهذا هو شيء مختلف جديد من أجد أنني أدخل في الألغيري سيطو؟ هناك أيضا موسيقى في الألغيري أيضا موسيقى؟ موسيقى طوارق أحباً موسيقى بموسيقى موسيقى أصبح الإشارة ذلك احببت الطريق لديهم جديد على الموسيقى الموسيقى هناك نحن نزيل ، فهذا لا لدينا هناك ما نزيل ، ومن هناك في الأحداث وهنا لحب隔نايران qui يتعبون الأبور للتحكرة على السارة لذلك مشغل المعارشة ترى في المفتريني قد تنمت أن التعبون الأبور للتحكرة أيضا قديمة في مغزقون تتعبون أيضاوات بفعله أدواني يوجد الأبور للتحكرة على السارة سعر جيدًا موجودكك في المنزل على السبب السبب لقاء في المنزل على المنزل على العراجة لجل الى المنزل على المنزل على المنزل لقاء القاجة في الحجلة لا أستطيع أن أتبعي في المنزل في المنزل كان جميل شكرا علي دادان هل أخذت العطلة أو مازال؟ مازال أين كناوي تروح؟ أنا أريد إلى كونستانتين إلى كونستانتين في أشرب حرة أنا أستطيع أن أعرف في السيارة أشهرية inconsistenة أشهران وفي أشهران أشهران أسهران والخسران أشهران وإلواة وحران ولكن في أطلاح طليا لازم إلى مكان مبين جميلة أو كونستانتين ما الذي أعجبك في كونستانتين لا ربما الجسور؟ هذا المدينة السلمية هذا في الجبل وفي المدينة وفي الناس هناك كثيرين أنا لازم إلى هناك علي أنت هنا في الجزائر متزوج كيف ترى هذه المواطن الأندونيسي الذي يعيش هنا في الجزائر كيف ترى؟ تشعر أنك بعيد عن بلدك أندونيسيا؟ نحن مع العائلة وزملائي الأندونيسيين في الجزائر في تعامل مع الجزائر كيف وجدت هذا الاختلاف ما بين الدارجة والعربية؟ ممكن في لحجة تعلمت شوية الدارجة الجزائرية أم لا؟ نعم أنا أتعلم ما هي الكلمة التي تعلمتها؟ أهدر من يتكلم أعم أو أشراك أشراك؟ لا بس أنا أتعلم من ترحب لو مثلا نحن نلقي مع الناس في الجزائر يعني تعلمتها من طرف زملاء أو لما خرجت خارج السفارة؟ من زملاء في مواضفين الجزائر في السفارة الإندونيسية هو يعلمني كيف نهدر الجزائرية واعتدت عليها اللهجة أم فيها اختلاف؟ ايو فيها اختلاف وأنا أتعلم في مصر والسوريا في لحجة متنوية مختلفة كما الجزائر لو أنا أتقلم في سوق مثلا طبعا سحب المحل أنت من وين؟ أنت من السوريا ولا من مصر؟ هو لا يعرف أنه أتقلم جزائرية معروف يعني مختلفة من لهجة ما الذي أعجبك في لهجة الجزائرية؟ سرعة سرعة يعني لو يتقلم الجزائرية سرعة ما في اسمه لو ما شاء الله اندونيسيا شوية مهلا لو جزائر سرعة سريعين في تحدث؟ ايوه سريعين في تحدث يعني أنا سعب لتفهيما لو هم يتقلم سرعة سعب جدا ستتعود عليها أكيد تقريبا وبإذن الله أنا متأكدة أنه لما تروح لأندونيسيا راح تكون تتحدث بطلاقة درجة جزائرية إجساء ما بين الجزائريين والأندونيسيين ما هي نقاط المشتركة التي تراها نتشابه فيها كثيرا؟ في إيدل الدينية من الجانب الديني؟ ايوه مثلا في احتفال مولود في عرس ايو عرس وفي تاني مثلا ما هي هذا الشبه؟ ما هو؟ فيما يتجسد؟ في إيدل أكبر إيدل أكبر، إيدل فطري، سوم رومادون، هذا متسابه بين شاب اندونيسي وشاب الجزائر في متسابه كثيرا، ما في فارق من ناحية الأطباق، لو نتحدث عن الأطباق؟ أكبر من لو في سوم رومادون مسلا شربة؟ في شربة لو بورك شربة في إندونيسيا كما أكيد، هي نفسها ولكن في فارق شوية، اسمه فقط اسمه؟ اسمه لا يسابه مع الجزائر، مثلا بورك، ولكن في نوع تاني في إندونيسيا في إندونيسيا، مثلا ريسول كما بورك؟ وشو الفارق، وشو الفارق؟ فارق في إندونيسيا، في خدور دجاج، ودجاج، ومطنع برطاق، وجبن، أيضا كما كيف كيف كيف؟ أوه، ما هو أكثر طبق جزائري عجبك؟ نعم ريزي صغرال شكشوك أعطيه ريزي ريزيه ريزيه حسنًا مكلاب حسنًا كانت مكلاب كذلك لا أعطيه بين الدونسيا والزازير الحمدللله أين تقضي العطلة؟ إلى قسنطين إلى جميلة جميلة هي المنطقة الأثرية الموجودة في سطيف في سطيف الجميلة هي تاريخية من الرومانية هي منطقة أثرية رومانية موجودة في سطيف واقعة في سطيف اسمها جميلة وفي نفسها منطقة أثرية رومانية موجودة في باتنا اسمها تيمقاد وفي منطقة أثرية رومانية أيضا في تيفازا اسمها شرشال أنا زرت إلى تيفازا زرتها؟ هي الأكثر ما زلت حفاظا على تراثها وعثارها أكثر هي جميلة وتيمقاد هما الأكثر زرت جميلة من قبل أم لا؟ لا ما زال يعني ما الذي أعجبك فيها؟ كيف حتى اخترت جميلة؟ أنا أحب المكان السياحي هناك تراثها هناك تراثها لا يساعد لزيارة لإحتفال نفسها ولكن هناك تراثها نعلم كيف حال مدينة كيف حال مدينة كيف حال مدينة لتذكرة الزمان كيف حال مدينة علي عندك أطفال؟ عندي أطفال كم عمرهم الأكبر؟ سبعتاشر شهر سبعتاشر شهر؟ أنا جديد متقوز ما شاء الله تزوجت هنا في الجزيرة وفي أندونيسيا؟ في أندونيسيا ما شاء الله تحين مثلا إلى أندونيسيا هل تشتاق إليها؟ طبعا أنا أشتاق إلى أندونيسيا ولكن أنا أعيس هنا كما في الاندونيسيا من العادة تقليد تقليد مثلا لو أنا شاهدت أروسة في الشوارع عن الملابس وعني التعامل تعامل الإخوة الجزائريين معك؟ نعم يا أخوة جدا إلى أندونيسيا وفي أندونيسي سيكون لديه وفي أندونيسيا أو في المكان الخاصة في الشوارع طيب عليك كلمة أخيرة كي نختم هذا اللقاء أه تختموا اه اوكي أنا عايز في الجزائر ممكن تقريبا حتى ثلاثة سنوات حتى خمسة سنوات هنا لأن أنا مرتاح هنا أهى هار سنوات استخدام ولقد سنظر في الجزائر المجلبين كما تفقد في القرآن كل سنوات وإن أمانك تخلق وإن شكرا الحمدللله يعني هذا أهم لأنا وأائلتي وممكن شعب إندونيسيا الزوجة عجبتها الجزائر؟ طبعا هي مرتاح هنا وفي الجزائر هنا في شوية فرق مع إندونيسيا عن الجو مثلا اليوم حار لو في إندونيسيا مطار يعني مش حار جدا في إندونيسيا ولكن لايست سعوبة لي عائز هنا لايست سعوبة حمد لله ريزي مرسي بكو دات خباكنا شكرا جزيلا لك اليوجودكم معنا